فهنا إذا كان عندك رجوج مشاطي وعندك هاد الماكينة فكتسمع أنه عندك ماكينة اللي هي احترافية اللي تقدر أنك تخدم بها بحط طريقة اللي هي سهلة واحد السؤال لاحظت أنه كيت تكرر بزاف بزاف ذلك سؤول هذا السؤال هو أخويا زكريا عافك أش من ماكينة قدر نبدأ بها في الضومين ديال الحلاقة أم لا شي ماكينة تكون رخيصة ومزيانة هاد السؤال كيت تطرح عليها بزاف ذلك شي علاش اليوم شاء الله غادي نتبرطج معاكم جميع المعلومات على واحد الماكينة اللي كان نصح أي واحد بغا ماكينة رخيصة بمواصفات وعرة بزاف أنه يتفرج في هذا الفيديو حتى الأخر سلام عليكم لافامي مرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم في القناة ديالكم مهوس الحلاقة إلا كتي أول مرة كتتفرج فينا أول مرة كتشوف قناة مهوس الحلاقة بغيتي تستاذ في مجال الحلاقة مرحبا بكم ما تنساش تفضل تحت ضغط على زر الاشتراك فعلوا زر الجرس اللي اخوان راه ضروري بزاف بنسبة الناس اللي ذي جاء مفعلين زر الجرس حاولوا عنكم تحيدوه وتعودوا تفعلوه باش يوصلكم قبل الفيديو اللي كان نحطه وما تنسوش لايك باش تدعمونا ونزيدو نحط لكم بزاف ديال المعلومات اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم واحد الماكينة اللي كان نصحبها المبتادئين وحتى المحترفين يعني اي واحد بغي يشري مكينة بروفيسيونيل بتمان مناسب كان نصحب هذه الماكينة هذه الماكينة الاخوان هي الوال السوبر او الوال اللي فيها اختصفر انا نقول لها الوال اللي فيها اختصفر هذه الماكينة الاخوان بزاف ديال الدراري كي يريدون شريعها ولكن يعني متخوفين انهم ياخذوها اليوم شعر الله سوف نحضروا عليها مزيان على هذه الماكينة وشنو الدور دياله واشنين هي الحاجة الواحدة اللي يخصك تشري لها باش خدم بها واحد طريقة اللي هي واعرة بزاف وغير بزاف بزاف ديال الحواج بالنسبة لها الماكينة هذه اللي هي الوال اللي فيها اختصفر تعتبر هذه الماكينة تعتبر مماكنة احترافية تستسام بعضcker الحياة ستعتبر ماماكينة احترافية ماهما المميزات الحاسوب وهذا الحل rack وا ماهماpse يستطيع معه حيث استعمال سيكون الممين Сегодня أول مميز في ايجابية في هذه الماكينة والذي بطبيعة الحركة تهموا هذه الحاجة هو الثمان دياله الثمان دياله في السوق فهو نقص بزاف يعني ثمان مناسب بزاف صراحة قبل كوفيد الاخوان كانت تكدر 450 درام هذه الماكينة ولكن في هذه الوقاية ديال كوفيد وهذا شيء تزدت واحد شوية لكن لم تزدت بزاف يعني إذا قدرت أخذها ب 600 درام أو 500 على حساب ولكن هذه الماكينة من بين الإيجابية التي قلنا أنها الثمان دياله رخيص وثاني حاجة فيها يعني وعرها بزاف أنها ماكينة اللي هي قوية بزاف لا تكون اللي وعرها بزاف لتقدر تخدم بها مودة وتصبر معك مابلت فيها مطور قوي اللي عندها السنان بروفيسيونيل يعني فيها جيدا وآخر حاجة فيها زوينة في هذه الماكينة هذه أنها تلحجم ذيالها يعني زوين عندها الخيط هذه ديال الخيط بطبيعة الحل ما نصحكم ش تاخدوا اللي فاخت تصفر لبلا خيط لأنها نقصة شوية نصحكم تاخدوا هذه التي عندها الخيط فكما كانوا يعرفون أن المواكن الذين لديهم الخط يكون المطور لهم مجهد هذا هو من بين الإيجابيات التي في هذه الماكينة وعليش هذه الماكينة سهلة في الاستعمال أم لا؟ لماذا هذه الماكينة تسهل عليك أن تتعلم بسرعة أو تتخدم بها بطريقة مزيدة لأن هذه الماكينة بحال جميع المواكن الذين يخرجون الأخرين لا يوجد أي شيء فرق تقريبا كان فرق طبيعا في المطور ولكن بالنسبة للديزاين فرق تدع إلى أحسن وجه هذه الماكينة نصيحكم أن تأخ ve الشخص الذين يريدون أن تعلموا كنت أت Thom this work التخشييع معها عكس أن تم تعلم الطبيعن مع الأ reinsر انا شخصيا تعلمت بالماكينة الموزل ولكن كنفضل الوول لان الوول سهلا في الاستعمال لها وكتساعدك بزاف مع السنن ديولها وبزاف الحواج هذه هي حاجة واحدة اللي غادي تديرها لهذه الماكينة باش تقدر انك تخدم بها بطريقة اللي هي مزيدة هو انك تأخذ لها هات الجوج ديال المشيطة هات الجوج المشيطة عندنا هنا الواحد يعني الكبيرة ولا الجوج الصغيرة كله انا كنقول لها جوج صغيرة اللي هي هذه اللي مكتوبة فيها 1.5 وفيها 4.5 ميليم هذه الاخوان يخرجون غير مع المواكن الجديد عن هذه الخرين اللي يخرجون اما هذه الماكينة يكون معها مشاطي عادين ولكن هذه المشاطي تقدر انك تأخذهم بطبيعة الحال سنجد لكم من تأخذ هذه المشاطين التحت في الوصف بتامن لي وارخي سبزب ويوصلك واحد لمدة 15 اليوم بحلقك ان شاء الله سيكون عندك فضاء كما قلنا هذه اللي يخص على المشيطة تخصك هذا المشيطة 4.5 ميليم اللي هي الجوج الصغيرة وهذه اللي يخص على المشيطة كما يقول له لا او لها نصف كما نقول له اللي جوج الصغير اللي فيها العبار دياله 1.5 ميليم لماذا ستحتاج هات الجوج هذا وشنا هي المهمة لهات الجوج كيف ممكن اعرفه لأخوان أنه عندما كان لديه المشاطئ الان والدو والطروة بطبيعة الحال وانت غادي ولكن الفرق يعني كان واحد الفرق كبير ما بين الان والدو ديال الوال لماذا؟ لأن الان ديالها صغيرة والدو ديالها كبيرة بزيب فاذا تضرب مثلا بالان وقدر الدو ما كيبغيش يتهرس لك هذا الخط اللي كي يكون تماما فهنا لأخوان كتنفع هذا المشطة هذه اللي كتسمى الجوج صغيرة وبطبيعة الحال الوال عرفوا انهم قدروا واحد الخطأ في المشاطئ لديك شي علاج الممكن الجديد كاملين خرجوا معاهم هذا الجوج مشطة لكي تساعد انك تفيني بهم وهذا المشاطئ صراحة ان يسهل عليك الخدمة بزافها لأخوان بزاف تيال دريك يقولوا لي لا مخصنش نستعملهم لا لأخوان بالعكس اي حاجة تسهل عليك الخدمة انا كننصحك استعملها لا تدعش في بنادم المهم هي النتيجة ما كيهمش شنو استعملتي المهم هو انك تصل الناتجة مزيدة بأحسن طريقة و بأسهل طريقة هذا الجوج مشاطئ الاخوان بغيت اي واحد فهذا المشاطئ يشتريهم ضروري الاخوان وراء الخاص مغاليينش بزاف بطبيعة الحال نخليه لكم اللي يعني هذه احتهية الاخوان كتنفع فين كتنفعك هذه كتنفعك فش كتبغي مثلا تفيني الخطة ديال ما بين 05 وما بين الآن فهذه ستنفعك كتنفعك كتنفعك كي يبقى تمام خطوطة صعب كتنفعك هذا المشاطئ ستسهل عليك وكتنفعك الخطوطة هذا فيما يخص هذا المشاطئ فهما مهمين كتنفعك وشرحتهم لكم كتنفعك لكي تستفيدوا بهم وتعرفوا ماذا تفعلون بهم فإذا اخذتي هذه الماكينة بطبيعة الحال لا تلقاش معها وكتنفعك كتنفعك 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 فهنا إذا كان لديك كتنفعك وعندك هذه الماكينة فكتنفع لديك ماكينة احترافية لتقدر انك تخدم بها بطريقة سهلة كي ندراني اللي يخدموا بها هذا المشاطئ وعادي جدا لا يوجد مشكلة ولكن هذا المشاطئ يسهل عليك كتنفعك هذا الماكينة نتمنى ان شاء الله نكون بطريقة جيدة معكم شيء مفيد فهذه الماكينة صراحة من احسن الماكن لخرجاتهم الماكينة فيما يخص الماكن اللي يرخص فهذه الماكينة وعرة بزافة ونصحكم انكم تأخذوها وتستعملوها فهنا ستنفعكم بزافة في الخدمة لكم طبعا الحال 8 ديالرخيص وهذه المشاطئ ومن ثمان ديالرخيص تستطيعون تأخذوهم هذا المشاطئ الذي كان لدينا فضل فيديو ونشاء الله نكون قمت بشكل معلومة التي تكون لديكم إلا تريدون فيديو على حالة البلاندية الماكن أو شيء مهتم من هذا البلاندية الماكن الماكن التي تستطيعون تشريوهم الأتمينة والمميزات فتستطيعون تخليهم في كمانتر ونشاء الله نفعلوا فيديو على حالة 4 أو 5 ديالرخيص لنصحكم أن تشريوهم بطبيعة الحالة سيكونوا زائدين في الثامن على هذه الماكنة سيكونوا شيئا ليه وعراء وتاني الأخوان هذا الشيء اللي كانت الله أفرسكم بزاف كان معكم زكريا من قناة مهووس الحلقة لا تنسوش تتابعونا على إنستجرام ليدي زكي باربر بيس لكم أحسن الله فامي موسيقى موسيقى